حلو الحياة عودي لمتابعة حلو الحياة وعودي لضيوفنا وفقراتنا المنوعة بحلقة اليوم وبشرفني هلأ استابع رولا قوبيسي مناصقة أرى بروديوسرز ووركشوب دوك ماد أهلا وسهلا فيك رولا قوبيسي بحلو الحياة أول شي يريد تشرح لنا شو هي دوك ماد دوك ماد هو برنامج تدريبة نحن بيروت دي سي من لبنان بيروت دي سي نحن جمعية بتشتغل صنع عشر سنين بنطاق السينما بالوطن العربي والفكرة هي أنه كيف نحن فينا نحسن الوضع السينما بالوطن العربي إلى أنه يصير السينما عالمي أكتر وأكتر يكون موجودين يعني بمهرجانات العالمية وظهورنا يكون مفيد أيضا صح فنحن بيروت دي سي منشتغل صرنا شتغلنا مع ايرو دوك اللي هنه كمان جمعية بتشبهنا اللي هنه بفرنسا ومع دوك التونيس كمان مهرجان للدوكومنتري نحن مشتغل بالوصائكة هذا المشروع دوك ماد هو للوصائكة الإبداعي فالفكرة كانت أنه نحن نعمل تدريب لمنتجين عرب من تسع بلاد إذا بدك من تسع بلاد من الوطن العربي اللي هنه لبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وليبيا هلأ ليبيا فاتت جديد وما بعض إذا نسيت حدا يمكن حلوة الديمقراطية بس يفوت بلد جديد على خريطة ايه هلأ في 2012 فاتت الجديد هيدا المشروع هو على ثلاث سنين كل سنة نحن من نقع عشر منتجين أو منتجين مخرجين لأنه هي من الأساس المشكلة هي قلة وجود المنتجين للوصائك الإبداعي بالوطن العربي بس هنا نشرح شو هو المنتج لأنه دايما العالم تسألني اه بقول لهم ماي بروديوسر بقولوا اه هي اللي عم تدفع مساري ياريت نشرح شو هو وظيفة البروديوسر البروديوسر هو الإنسان اللي بده يمسك مشروع المخرج أو المبدع أو اللي طالع بمشروع نعم واللي يقدر يوصله أنه هو من كتابه لا تنفيذه للآخر لنشره لا يوصل للناس ولا كيف يوصل للناس بأي طريق أو لوين يوصل قد يكون قد يقدر يوصل لعالم وناس يعني إذا بدك المنتج يعني بعض الناس بتفتكر أنه هو اللي بيعطي المصاري ما هذا أبدا مش شغلته هو يعطي المصاري هو شغلته يعرف من وين يجيب المصاري ويعرف كيف ينشغل ومع مين على أي جهات يتوجه لا يقدر يكون بهم كمين هالجهات لا تحط مصاري بهذا المشروع وهو بيكون كمين عم بيشوف المشروع من وجهة من نظرة مختلف طبعا مية بالمية لأنه بتعرف المخرج والمبدع بيكون مركز على إبداعه على الإخراج يعني صعب شوي بالنسبة له لا يكون عنده بعد نظر عن المشروع فالفكرة الأساسية هي أنه المنتجين أو المنتجين المخرجين لأنه قلنا أنه ما فيه كتير منتجين بالوطن العربي يجوا مع مشروع الأساس هو أنه يشتغلوا على فكرة مشروع اللي هنه بدون يطوروا لا يوصل لآخر شيء أنه يصير مشروع كامل متكامل عارفين من وين بيقدروا يعملوا والأهم شيء يكون فيه بيتعلموا بخلال هالسنة اللي بيقعدوا فيها معنا بدوكماد سنة هي متكاملة ببلشها من مارس لمارس بيعملوا ثلاثة سيسيون كل سيسيون هي جمعة ببلد مختلف أول جمعة مرتين بالسنة بيكونوا ببلاد عربي بس حضرتك لأنه صرنا بقلب الوركشوب على أي أساس أنتوا بتقبلوا بالليار رح يشارك أم رح يقدم على دوكماد نحن نبعث كول نبعث أبال يعني نطلب نقول نحن فتحنا للاشتراك بهذا الموضوع بيوصلنا كميات من المواضيع ومن الطلبات وبتندرس في كوميتاد والسيليكسيون اللي هو معمول من الناس بخبرة معينة ناس بيشتغلوا دوكومنتير برا وعننا كوميتاد لجنة حكم طبعا هي اللي بتنقى عشرة من أساس هالكمية الطلبات اللي بتصل هالعشرة أشخاص هل لازم يكون هون اختصاصهم هالنين اللي يكون عندهم خبرة أهم شيء نحن عم ناخد مخرجين لأنه بتعرف أنت بالوطن العربي المخرج عم بيكون مخرج ومنتج وبعد شو حيعمل إضاءة وميك أبه يعني عليه ضغط كتير فنحن اللي عم نقوله أنه بنعرف أنه ما في كتير منتجين فعم نعطي مجلة المخرج اللي حابب ينتج فيلمه كمان يكون عنده دور بس طبعا نحن الأساس هو أنه يكون منتج فعلي لأنه آخر شيء هي هاي ده فورمسيون لمنتجين نحن بدنا آخر شيء يصير عنا منتجين بالوطن العربي للوصائق الإبداعي يقدروا يعرفوا شو يعني كو بروديكسيون أو إنتاج مشترك نعم إن كان مع الوطن العربي بين بعضنا أو كان مع أوروبا أو مع العالم كله يعني في مجالات كتير بس هو اللي بده يعرف شو هي هالمجالات نحن عم نعطي هالشباب اللي عم بيشتغلوا بالإنتاج طريقة لا يعرفوا مين شو هو هالعالم يعرفوا بس يزالوا على الأرض طيقية بس مسكين البروديكس كيف فينو ينتقلوا كيف بدون يمشوا من A to Z يعني إكزاكلي كيف بدون يوصلوا ليصير فيلم ليصير فين بإيدهم ولا يصير قادرين ي نقيتوا لعشر مشاركين لهلأ هلأ نحن للألفين نحن ثلاث سنين لبروديكسيون 2011 خلصنا وحلتك مسؤولة على البروديكس لمدة 3 سنين لمدة 3 سنين هو بس بدي أقول على السريح حتى إذا عم بيخلص الوقت أنه هو هيدا المشروع مول من الأوروبية من Euromad Audiovisual معنا شريك أساسي اللي هو RT France اللي نحن عن جد كتير نفتخر بأنه هن معنا بهذا المشروع ومعنا طبعا البرتونير طبعنا وفيه عنا كمان دعم من Dubai Film Festival كمان هن جزء من هيدا الشي بدي أقول كمان أنه نحن منبعث هول العشر أشخاص اللي من بتنقوهم بتنقوهم للسنة منبعثهم كمان على مش مهرجانات بس على أسواق عالمية للوصائكة ليروحوا يشوفوا شو معناتها سوق يعني آخر شي لما بدك تروحي أنت وتبيع فيلمك كيف شو بتعملك بس يسوط البزنس والمسارد صح هذا أسواق عالمية يعني عالمية يعني عندك من كل أنحاء النازل للعالم فالناس هول لازم يعرفوا يصير عندهم خبرة كيف يعني يصيروا موجودين بهيك بهيك مجالات وكيف يوصلوا هالأفلام العربية سيدي قبيس بفتكر حضرتك شرحت كل النئات ولكن إذا في أشخاص حبين يعرفوا أكثر تفاصيل وين فيوني؟ في وابسايت في وابسايت www.docmed.me M.E. بالإنجليزي أو M.E. بالفرنسيوي document D.O.C.M.E.D وفيهون يفوتوا بيلاقوا كل الإنفرميشن شو لازم يكونوا شو الطلبات ومفروض أهلا وسهلا فيك رولا قبيسي بحلو الحياة ويعطيكم ألف عفل لأنه عم بتأسروا المسافات وعم بتشجعوا كمانا الجيل الجديد يكون عنده خبرة كتير كبيرة بكل العالم من ورا الـDocumentaries ومن ورا كمانا هاي دي الـWorkshop يلي عم بتقوموا فيه أهلا وسهلا فيه Thank you